لا حديث هذه ليام سوى عن فيروس كورونا والأرقام القياسية التي بات يحطمها من يوم لآخر ما خلق حالة من الهلع لدى المواطنين الذين تربطهم علاقة بأفراد نصيب بهذا الوباء فرحوا يتساءلون عن كيفية تفادي تلقي العدوى ومتى يصبح الفيروس غير معدي وهي النقطة التي يجيب عنها رئيس مصلحة كوفيد-19 من مستشفى بيرتاريا بالأبيار الانسان اللي مرض وبعد مدة طبعا إذا شوفيها بعد شهر على العموم لا يعدي احنا ستطيروش نطلبو من المواطنين اللي عندهم الكوفيد اللي نعالجوهم يعني عندما يخرجوا من المستشفى على الأقل 15 نيوم يبقى أيضا كونفينة هي النورمال والأحسن أنه نديرو ما يسمى البسير نعاود ونحاول نشوفو إذا كان عنده الميكروب ولا لا ونشوفو إذا كان كما نقول حتى ولدت عنده المناعة نشوفو الزنتيكور ولا لا لأنه حاليا ما نقدروش نديرو لكل الناس البسير احنا نقول لهم تبقاوا معزولين وتستعملوا الكمامة وفي نفس الوقت التباعد مدة على الأقل شهر حالة الهلع والخوف من تلقي العدوى جعل الكل يتهافت نحو المستشفيات لإجراء تشخيص الإصابة بالوباء مقابل رفض المؤسسات الاستشفائية والسماح لمن لديهم أعراض فقط للخضوع للفحصة في وقتين يتلقى البعض العدوى دون ظهور أي أعراض عليهم حتى ولو الإنسان عنده ناقل للمرض عندما هو يدير الكمامة وأنت يديري الكمامة أكي محمية ينقل على روح المرض المرض هذا كي يكون عنده الميكروب كيتخلي يقعد عنده 15 يوم شهر يموت من تلقاء نفسه يصبح غير معدي هذا هو الإشكال المهم هو الفيروس اللي عنده أو ينتظر غير الوقت باش يجي عندك وقتاش يجي عندك إذا ما احترمتش التباعد الجسدي وإذا ما استعملتش الكمامة أما إذا كان الإنسان يقول لك لازم ندير الفحص للناس كل الظروف الحالية لا تسمح وأنا أظن أنا لا منيش من دعاة باش يدير الفحص في الوقت الحالي لكل الناس الإنسان اللي عنده أعراض واللي عنده كي منقوح أعراضه خصوصاً اللي كان عنده كونتاكت اللي كان على اتصال في مريض آخر هذاك فعلاً لازم نديره له في أقرب وقت وتبقى الوقاية واحترام التدابير الضرورية أهم وسيلة لتفادي تلقي العدوى في زمن الجائحة